اشتركوا في القناة والوطنية حدثنا عن ذلك يا مرحبا الأخب السام أولا يعني نشكرين على هذه التغطية المتميزة والله يعطيكم الفعاف الحقيقة عندما نقول أن الخطاب السامي هو خارطة طريق فعلا فمن خلاله تتلمس جميع السلطات الطريق للمرحلة أو المحطة الغادمة من طريق هذا الوطن العزيز فقد بدأ الخطاب بشكر كل من لبى نداء الواجب ومارس حقه في التصويت وهذا يأتي الحقيقة تأكيد على استمرار وعراقة تجربة البحرين الانتخابية التي استمرت مئة عام منذ انتخابات البلدية في العشرينات من القرن الماضي الحقيقة عندما خاطب صاحب الجلالة الملك المعظم الأمة بهدف حماية الصالح العام بما يعمق وحدتنا الوطنية ذكر أطال الله في عمره أن هذا الهدف هو شغله الشاغل مؤكدا أنه لن يسمع بأي شكل من الأشكال بالمساس بمنظومة قيمنا وتقاليدنا أكد سنقف في وجه أي غزو فكري يتعارض مع قيم شريعتنا الإسلامية والفطرة الإنسانية دعني أخي العزيز أقف عند هذه الكلمات المعبرة النابعة من قلب والد الجميع ورب الأسرة البحرينية الكبيرة والتي يوجه فيها جميع السلطات بعدم التهاون بأي شكل من الأشكال مع هذا الغزو الفكري الذي لن يجد له مكانا في هذا المجتمع بتكاتف الجميع بإذن الله الحقيقة هي رسالة واضحة يجب على الجميع العمل على متابعة تنفيذها من مؤسسات أفراد كلنا مسؤولين رب الأسرة المعلم المعلمة رجل الدين الصحافة كلهم من موقعه صاحب الجلالة أطال الله في عمره أكد ثقته بكفاءة واقتدار حكومة جلالته برأسة صاحب السمو ولي الأهل الرئيس الوزراء اللي الحقيقة يتصدى لجميع الملفات بفريق شاب نتمنى لها التوفيق والنجاح أكد صاحب الجلالة الملك المعظم على أهمية البرامج الاقتصادية بما يلبي احتياجات المواطنين الحقيقة يعني إذا جيت باختم في هذه العجالة يعني أنا أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على أننا في السلطة التشريعية أو معحدة تنمية السياسية سنواصل في المرحلة المقبلة بذل كل الجهود لتنفيذ الرأية الملكية الثامية صاحب الجلالة الملك المعظم أطل الله في عمره وأبقاه ذخرا لهذا الوطن العزيز شكر لكم هذه الاستضافة يا أخي العزيز نعم سعادة السيد علي بن محمد الرماحي رئيس مجلس أمانا معحد البحرين التنمية السياسية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك